سيد محمود حبدأ مع حضراتكم بفوز النادي الأهلي على الرجاء وصعوده إلى الدور قبل النهائي في ظل كان ناس كتير من بعد من لا يشجع النادي الأهلي شايفين النادي الأهلي لن يصل طبعا أنا بأعتقد أن الفوز ده بدأ من أداء راقي جدا قدمه النادي الأهلي في مباراة الزهاب الأولى يعني واستطاع أنه هو ينهي المباراة بفوزه بهدفين مقابل لشيء بعض الناس قالوا اتنين مش كفاية وجهة نظري أنا الشخصية لأ طبعا كفاية جدا على فريق كبير زي الرجاء اتنين صفر تعتبر نتيجة جيدة كمل النادي الأهلي هذه الموقعة يعني بأداءه في مباراة الإياب في الدار البيضاء رغم الحضور الجماهيري الكبير جدا اللي كان برضو حضور جماهيري نظيف الحقيقة يعني بلا أي هنا الحد وكان يعني أداء جماهيري راقي جدا ولكنه في العموم برضو يعني تواجد ممكن يؤثر على لعيبة النادي الأهلي ومع ذلك شفنا الفرقة متماسكة جدا وبقى فيه أنا من وجهة نظر يا كابتن في تطور شديد في أداء النادي الأهلي من الناحية الدفاعية من خلال المباراة دي والمباراة الأولى في القاهرة وده اللي احنا كنا بنطالب به انه مستر كولر مش مفروض انه هو رغم انه هو بيحب الأداء الوجومي مفروض ان ده ما يكونش على حساب الأداء الدفاعي فكان واضح جدا انه فيه تنظيم دفاعي قوي جدا هو اللي حقق للنادي الأهلي انه هو يحافظ على نظافة الشباك بالاضافة طبعا لتقلق محمد الشناوي في بعض الكرات القليلة ولكنها كانت ممكن تحزم الأمر برضو شيء جاي جدا كل يوم بيتأكد انه سياسة مستر كولر في تدوير اللاعبين واعادة توظيفهم في الملعب موجودة بشكل كبير يعني انا بشوف انه هو بيقدر يوظف اللاعبة يعني مثلا حسين الشحات ممكن يلعب يمين ممكن يلعب شمال في جبل يمنى أو جبل يسرى بيؤدي بشكل قوي جدا طبعا الفوز مهم جدا لانه اعاد النادي الأهلي بعد ما الناس كانت خايفة جدا على النادي الأهلي على ضوء مباريات المجموعات الناس كانت قلقت على فريق النادي الأهلي وكنا دايما نؤكد ان الأهلي في الوقت المناسب حيرجع للأداء البطولي وحيكمل في البطولة وان شاء الله يقدر يكمل ويوصل وفي طريقنا للعشق الحداشر ان شاء الله